من الحاجات المهمة جدا انه دلوقتي بقى عندنا مهاجمين اجانب كويسين في الدور المصري ودي اضافة للدور المصري بس مش اضافة للمنتج كنت رسالة في المقابل قالت جودة المهاجم المصري جدا ليه؟ انت عندك في النادي الاهلي ما شاء الله وسام أبو علي من احسن فرودة دلوقتي في مصر وصف الجزيرة الزمالك وصف الجزيرة الزمالك وصف الجزيرة الزمالك اه ما شاء الله فاحنا عندنا فيه مبلول الاتحاد قبل ما يمشي ومبلوله بصراحة الاربع كويسين قوي وعندك حسام حسن في سموح هو احمد عاطف بس مش عارف فترة ديت مش مركزين فترة ديت تقريبا بس حسام ما شاء الله مش كويس بيكسف رؤيته في معظم المتشاط هسألك سؤال لذيذة لو انت بتلعب في الدور المصري دلوقتي تقدر تبقى هدف الدوري؟ لو بلعب في الدور المصري دلوقتي هروح منتخب مصر تروح منتخب مصر انت عندك كم ساعة دلوقتي؟ 42 42 لو بتلعب في الدور المصري دلوقتي تبقى مهاجم منتخب مصر؟ هدف دوري؟ هدف دوري على الناس الحلوة اللي انت قلتها دي وسامة أبو علي وسيف الجزيرة وفصلوا ميلي؟ لأ هم دول مش هيمسلوا منتخب مصر دول موجودين بس بص بيلعب في النادي الأهلي سيف بيلعب في زمالك ميلي بيلعب في جرمس فلا هنافس على هدف دوري لو انا في فرقة بصراحة فرقة كبيرة أكيد عادي يعني لقيني ده تموحي وده الحفز اللي عندي وده اللي مخليني بلعب لحد دلوقتي ممتاز لو انا معلش هبقى موجود ومش يبقى ليه دور يبقى بطل حسن لا يعني حلو انت عندك الطاقة دي اما خلاص انا بلعب على الشطاقية وبلعب في الرملة فهات واحد من رسل حربة اللي بيلعبه دلوقتي في الدوري يلعب كل يوم متش على الشطاقية ستة وثلاثين دقيقة مين؟ مش هتلاقي ومش هيقدر انا بقول لحضرك انا عارف بقولك ايه بس لان اللعبة لها قوانين وصعبة فحطيني انا بقى في دلوقتي في الدوري المصر تاني وديني الوقت اللي اي فرد بيلعبه حاليا طيب لو اعتبرنا ان افضل تلاتة في الدوري المصر مهاجمين دلوقتي وسامة ابو علي فيسلم ميلي سيف الجزيري مثلا ما بلوله كمان لو قدتلك حط نفسك في ترتيب معاهم تبقى ترتيبك رقم كام؟ ترتيب هنقول وسامة ابو علي لاني انا بصراحة بيجيب جوان خيالية بصراحة ما شاء الله عليه لاني ده فعلا لما جي النادي الاهلي كان النادي الاهلي فعلا نقصوا واحد زي وسامة ابو علي هي وزايد انا ممكن ابقى رقم اتنين بس لو في فرقة كبيرة لما لو فرقة مثلا هنقول مثلا سي داخلية سي محلة فهعاني عشان اجيب جوان هيبقى كفته هو ارجح من كفتان لاني هو في اهلي او في زمالك او في بيرمد فبيروح لجون كله قد ايه ام واخد هداف دوري وانا في الداخلية احنا كنا بندفع طول التسعين دقيقة اه وهداف دوري وهداف دوري كمان في السنة اللي احنا كنا بنفس فيه على الهبوط حاجة في منتقى الشعوبة فبس شو بقى كان معايا تمساح ومعظم اللاعب اللي كانت موجودة كمان اللي كانوا بيساعدوني اه على التهديف اه فتخيل بقى ما اروح انا مثلا خليني خليني في النادي الاهلي دلوقتي او في النادي الزمالك او في النادي بيرمد او في الان دي الكبرة دي ام واللي جوان اللي كل شوية بيروحوا على الجون دي كل خمس داق وكل ما فيش فرص كتير قوي بتيجي عايزين فرود يجيب جوم بس وانا بفضلك يا رب ربنا ما ديني الموهبة ان انا اعرف اجيب جوم الله انا ده ما يمنعنيش ان انا عالعب في الدوري الممتاز اه بس اه ما عرفش بجد يعني نفسي اروح دلوقتي الدوري الممتاز واخد فرصتي زي الفرود اللي بتاخد الفرصة بتاعتها دلوقتي وان شرط لو جالي عارض دلوقتي في الدوري الممتاز انا هشرت على نفسي بدون عقد لما تشوفه النتيجة بتاعت في المالة اه اي انت مش تاخد مقابل مش عايز مقابل بس دلوقتي الارقام خيالية دلوقتي انا ما اخد هدف دوري انا اخد هدف دوري بسبعين الف جديد هداف دوري بسبين ألف جنيه في الدخلية دلوقتي أنا لو جبت خمس ست جوان وبلعب لحد دلوقتي أنا كان رقم أكتر كان رقم عدي أول بس أنا شوف بقى أتحدى نفسي وأتحدى أي حد حلوة دي يا جماعة كابت حسن بقوله باللقاء هو ألعب في فريق في الدولة الممتاز مش أخذ مقابل عقد إلا لما سجل سجل كم هدا حتني في الملعب وحتني العقد بتاعي على النتيجة بتاعتي في الأداء في أدائي وفي الأداء بتاعتي سيحة للوقت عندنا موضة كمان يقولك المهاجم مهم يبقى محطة بس ويبقى تحركاته حلوة ما بعرفش أنا عامل كده بفضلك رب ربنا مديني الموهبة إن أنا عارف أجيب جوان محطة بقى ألعب بإدماغ ألعب برجلان الاتنين فبفضلك رب ربنا مديني وأنا محافظ على الموجود الجهد اللي أنا موجود فيه دلوقتي فأنا أتمنى بس تفتكر فيه مدرب ممكن يجيب لأ مع كامل اللي احترام لك ولا عارف مجودك وانت مازلت جاهز لعب عنده 42 سنة ليه لا ليه لا لو هو هيفيده في الملعب أو هو مثلا دلوقتي أنا لو فيه مدرب بيحبني وقريب مني هيخدني في الدور ممتاز دلوقتي يعني إيه بيحبك وقريب منك يعني لأ عارف إمكانات حسن بولو هيخدني في الدور ممتاز دلوقتي بس دلوقتي عمتا بقى اللي عنده 30 سنة يبطل خلاص أصلا أه والله هتخيل بقى هجيب بقى 42 فلأ بقى النغمة دية تقول لك لأ احنا نجيب اللعبة اللي عندها 25 و 26 سنة فبقى مع كل واحد في مكانه صح بيجيت فيه صح طيب